اختر لغتك اكتب اسمك مرحباً بك اختر الدرسة المدرسة مرحباً المدرسة احفظ انا المدرسة جعلني كأم لا تمل عني ولا تفزع كعصفور اضاع العش في الغصن اخذاً ترتع في حوشي ولا تشبع من سحني وألقاك بإخوان يدانونك في السن وآباء أحبوك وما أنت لهم بابني أنا المصباح للفكر أنا المفتاح للذهن أنا الباب إلى العلم تعال ادخل على اليوم أقرأ الجملة ثم أعود الكلمة الملونة بأخرى لها نفس المعنى جيد جداً أربطوا بما يناسب جيد جداً أسمع وأعيد تعال ادخل على اليوم تعال راجع دروسك تعال راجع دروسك تعال يسلمي على الضيوف تعال ادخل على اليوم تعال راجع دروسك تعال يسلمي على الضيوف أقرأ ثم أملأ الفراغ جيد جداً جيد جداً أستفيد من القصيدة ماذا استفدت من الدرسي؟ استفدت أشياء كثيرة أحب المدرسة لأنها تنور عقلي وتفتح فكري أحترم أصدقائي والمدرسين لأننا أسرة واحدة المدرسة أنا المدرسة تجعلني كأم لا تمل عني ولا تفزع كعصفور أضاع العش في الغصني غداً ترتع في حوشي ولا تشبع من صحني وألقاك بإخوان يدانونك في السني وأباء أحبوك وما أنت لهم بابني أنا المصباح للفكري أنا المفتاح للذهني أنا الباب إلى العلم تعال ادخل على اليومني أفهم معاني الكلمات لا تمل عني أي لا تتركني لا تبتعد عني نصحني أبي أن أميل عن الأشرار لا تفزع من الفعل فزع أي خاف وذعر فزعت أخت الصغيرة لما سمعت الأسدى يزأر ترتع أي تجري وتلعب خرج التلاميذ مع معلمتهم يرتعون في المنتزه أجيب عن السؤال من هم الإخوان والآباء في المدرسة أعبر كما في المثال تعال ادخل على اليومني تعال راجع دروسك تعال يسلمي على الضيوف أستفيد من القصيدة أحب المدرسة لأنها تنور عقلي وتفتح فكري أحترم أصدقائي والمدرسين لأننا أسرة واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر